بسبب التحقيقات رعب يحيد بالعديد من المتعاملين مع جمعية رحمة النمسا الخيرية طبعا جمعية رحمة برضو لها علاقة بموضوع التحقيقات المستمرة اللي كانت من سنة تقريباً 2020 على موضوع عملية الأقصر اللي كانوا متهمين فيها الإخوان وإن كان الموضوع لسه ما انتهاش فيه تحقيقات مستمرة وفيه هناك اتهامات أو القاء الضوء على المتبرعين لجمعية رحمة لأن برضو سلطات النمساوية والنيابة العامة بتتهم أن دول بيكونوا أو هم بيستخدموا الأموال نعم يوجد عدم نزاهة مالية بناء على التحقيقات التي صدرت عن المدعي العام في جراتس طبعاً صراحةً تواصل يعني العديد من الأشخاص لن أحدد العدد ولكن العديد من الأشخاص الذين تم استدعاؤهم إلى الشرطة الجنائية المالية المختصة بتهم الاحتيال المالي للتحقيق معهم لكل شخص تبرع لهذه الجمعية نحن لا نؤكد ولا ننفي صحة ما يقاد عنها يعني أنا لا أستطيع أن أقول هم متهمين بغسيل أموال هم متهمين ولكن ليسوا مدعن والمتهم بريحة تثبت إدانته هذا بناء نتفق عليها ولكن كل من استدان منها مبلغ كل من تبرع لرحمة بمبلغ كل من يعني تعامل معها بشكل مالي بأي شكل من الأشكال طبعاً أعتقد بمالية مالية واضحة هذا إما تم استدعاؤه أو تم الذهاب إلى منزله أو أنه يعني يحاولوا فعلاً أنه يكون فيه تعامل بيناتهم ففعلياً احنا تواصل معنا أشخاص يعني عم يحكوا صوتهم مطالع بصراحة من كمية الرعب الموجودة عندهم قالوا ما شو نعمل نحنا على ما يبدو أخطأنا لما اضطرنا يعني هم عمدوا أوراق رسمية نعم نعم فيها أوراق رسمية هي الجمعية رسمية الجمعية رسمية جمعية رحمة جمعية خيرية رسمية وكل ما يتبرع له يخصم المبلغ من ضرابه يعني هي فعلياً عند ختم شبندي اسمه أسرة شبندي يعني فعلياً هذا الأشياء بالضبط أنه هي شيء رسمي ومحاققة النزاهة والشفافية ولكن هؤلاء الأشخاص فعلاً تصلوا معنا بحالة رعب قالوا لنا شو نعمل شو نساوي لنا بكل بساطة روحوا وحكوا لنا شو صار أنتو ما يكون جزء مننا الجمعية إن تبرعتوا فأنتو بسبيل خير عم تتبرعوا له وإن استدنتوا منها باعتبار هي فاتحة مبارف على أي أساس بتدين الناس بصراحة أو بتعطي لناس فعلياً لا قد كبان شكل الفوائد اللي بيغضوها الله ألا أنا ما عندي فكرة أنا ما عندي فكرة لا فيني أجزم لا أكد ولا أنفي أنه في عندهم أي نوع من الفوائد فبالتالي يعني الجمعية مع الأسف يقال أن أشخاص عاملون بها يستفيدون بشكل شخصي من الأموال التي موجودة ضمن الصندوق الجمعية أحد الأشخاص اكتشفوا في حسابه مبلغ كبير ولم يستطيع تبريره هذا ما يقوله ما تقوله بعض الصحف هذا ما يقوله التسريبات على لسان المتحدث الرسمي بالمدعي العام في محكمة أغراتس المسألة كبيرة وطويلة بصراحة وحتما الأيام المقبلة حبلة بالمفاجآت الخاصة بهذا الشأن ونحن نراقب نراقب فعليا بيعني بجدية بجدية نعم فعليا هذا الملف